أهلا بحضراتكم من جديد ونبدأ بالأخبار معنا أخبار أكيد تهم كل الشارع المصري وكل الجمهور المتابع لكرة القدم المحلية والعالمية ونبدأ بمحمود حسن تريزيجي نجم منتخب مصر ونجم النادي الأهلي السابق تريزيجي على أعتاب الدوري الإيطالي سمعنا أن تريزيجي بعد ساعات سيكون على أعتاب الانضمام لنادي إنتر ميلان الإيطالي من ثم سيتم إعارته موسم لنادي بارما نادي بارما طبعا من الأندية العريقة التي حصلها بعض المشاكل المالية كانت موجودة في الدرجات الأدنى للدوري الإيطالي لكن سنة ورسنة ورسنة رجعت تاني من جديد علشان تعود إلى الدوري الإيطالي نادي بارما نادي عريق جدا جدا لعب له أعظم اللعيبة اللي موجودة حاليا في الدوري الإيطالي وبالتالي تريزيجي ان شاء الله تتم الخطوة دي على خير وهتكون خطوة مهمة جدا في حياته وبعد تقلقه في الدوري التركي الدوري التركي صعب جدا جدا ما نستوينش أن الدوري التركي مش مصنف من ضمن الدوريات القوية لكن على المستوى المحلي داخل تركيا دوري قوي جدا جدا في نادي زي جلات الصراي وفنربختشة وبشكتاش وكمان الأندية الموجودة تانية اللي بيكون في منطقة الوسط كلهم بينفسوا على أعلى مستوى وتريزيجي قدر أن هو يثبت نفسه في الدوري البلجيكي من بعدها على الدوري التركي مع فريق آسم باشا التركي كل التوفيق لنجمة مصر ونجمة النادي الأهلي السابق محمود حسن تريزيجي في انتقاله أو في خطوة القادمة في كرة القدم إن شاء الله ربنا يكرمه وتكون خطوة إيجابية ويقدر أن هو يثبت نفسه يوم بعد يوم ويقدر يوصل للي هو عيده تريزيجيي كلنا شوفناه مع منطخب مصر يعني عمل اللي عليه على حدود إمكانيات المدير الفني والتاكتك اللي كان بيلعب فيه مع منطخب مصر أكيد طبعا باشفوندس هاني أبريدة رئيس اتحاد كرة القدم